أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصار وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة أخبرنا ختيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر عن أبي المتنى عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنا مثنا والإقامة مرة مرة إلا أنك تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أخبرنا بشر بن معاذ قال حدثني إبراهيم وهو ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم هو مثل أذاننا هذا قلت له أعد عليه قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ثم قال بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن همام بن يحيا عن عامر بن عبد الواحد حدثنا مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد هو اللفظ له قالا حدثنا حجاج عن ابن جريد قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام قال قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال له خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلخينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فظللنا نحكيه ونهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم إليه وصدقوا فأرسلهم كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال ارجع فامدد صوتك ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريت عن عثمان بن السائد قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذننا رجل رجل وكنت آخرهم فقال حين أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام قلت كيف يا رسول الله فعلمني كما تؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ابن جريج أنا وصاحب لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحوير أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر بن سلم فقال لي أبو قلابة هو حي أفلا تلقى قال أيوب فلقيته فسألته فقال لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا فلما قدم استقبلناه فقال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا أخبرنا ختيبة عن مالك عن عبد الله بن بينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا أخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن هشيم قال أنبأنا منصور عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فاكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أنبأنا المعتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل ليوفض نائمكم وليرجع قائمكم وليس أن يقول هكذا يعني في الصدر أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر فلما كان من الغد أخر الفجر حتى أسفر ثم أمره فأقام فصلى ثم قال هذا وقت الصلاة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بلال فأذن فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا أخبرنا محمد بن مسلم قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازيني عن أبي أنه أخبر أن أبا سعيد الخدرية قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنث ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيا عن أبي هريرة سمعه من ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له بمد صوته ويشهد له كل رقب ويابس أخبرنا محمد بن المتنى قال حدثنا معاد بن هشاب قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من غطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه أخبرنا يسويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا وعبد الرحمن قالا حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه قال أبو عبد الرحمن وليس بأبي جعفر الفراق أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن بلال قال آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور منصورة المحارب بن الدكتور قمت بأو عبد الرحمن والله أكبر أخبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك أخبرنا سويد قال قال حدثنا عبد الله عن يونس بن أبي إسحاق عن محارب بن إثار قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الأذان لا إله إلا الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عمر بن أوسن يقول أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مضيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال أنبأنا جعفر بن محمد عن أبي أنجابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاهت الشمس أمر بالأصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أدن بلال ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي أنجابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنا معه بجمع فأذن ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم قال الصلاة فصلى بنا العشاء ركعتين فقلت ما هذه الصلاة قال هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أخبرنا محمد بن الموسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعفة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع بإقامة واحدة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سارم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمختلفة صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع قبل واحدة منهما ولا بعد أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها أخبرنا هناد عن هشين عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة قال قال عبد الله إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلاها فأذن ثم أقام فصلا الظهر ثم أقام فصلا العصر ثم أقام فصلا المغرب ثم أقام فصلا العشاء أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة الأشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس حدث عن معاوية بن حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقال مثل قوله ثم قال إن هذا لراعي غنم أو عازب عن أهله فنظروا فإذا هو راعي غنم أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن أبا عشانة المعافرية حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شضية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي ويقفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وجالث في صف الصلاة الحديث أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت أبا جعفر مؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عمر عن الأذان فقال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنا مثنا والإقامة مرة مرة إلا أنك إذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فإذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلاب عن مالك بن حوير ثقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي إذا حضرت الصلاة فأذناه ثم أقيما ثم لي أمكما أحدكما أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء إن يدري كم صلى أخبرنا قتيبة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤزنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخبرنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن أبوكير بن الأشج حدثه أن علي بن خالد الزرقي حدثه أن النضر بن سفيان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة أخبرنا سويد بن نصر أنبأنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جاهسا عند أبي أمامة ابن سهل بن حليف فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمدا رسول الله فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن مسعر عن مجمع عن أبي أمامة بن سهل قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع المؤذن فقال مثل ما قال أخبرنا مجهد بن موسى وإبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجات قال ابن جريت أخبرني عمر بن يحيا أن عيسى بن عمر أخبر عن عبد الله بن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص قال إني عند معاوية إذ أذن مؤذن فقال معاوية كما قال المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن حيوة بن شعير أنكعب بن علقمة سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عمر القرشي يحدث أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاع أخبرنا غفر له ذنبه أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث كل مقام المحمود الذي وعدته إلا حلته شفاعتي يوم القيامة أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيا عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عمر بن عامر للأنصر عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أدن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السوال يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعة بن أبي الشعثاء عن أبي قال رأيت أبا هريرة ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال أخبرنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال عند أنا ابن وفر قال أخبرني ابن أبي لئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ثم يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين ثم اتجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن اللي قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت بن عباس قلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فوصف فوصف أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام حتى استسقل فرأيته ينفط وأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام فصلى ركعتين وصلى بالناس ولم يتوضع أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن مهمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت